اهلا بكم من جديد بدأت سلطات أبوظبي في تطبيق إجراءات نظام المرور الأخضر الذي يخضع له منهم في سن 16 عاما وما فوق وتقضي الإجراءات الجديدة بالسماح للمطعمين وأصحاب الفحص السلبية لفيروس كورونا وحدهم بدخول إلى المراكز التجارية ومتاجر المواد الغذائية والمطاعم والفنادق وغيرها من المرافق العامة وذلك من استخدام تطبيق رسمي لذلك فجر واحدة من سكان إمارة أبوظبي تجد نفسها أمام ضرورة اتباع إجراءات جديدة تسمح لها بالحركة اليومية والدخول إلى المرافق العامة التي تتردد عليها في الإمارة وكذلك الأمر بالنسبة لحمزة الذي يضطر للحرص على متابعة حالته الصحية على جهاز هاتفه واستفاء شروط نظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن الخاص باختبارات فيروس كورونا المستجد أنا فحصة أريد أن أخذ اللقاح الجرعتين لكن بعد الجرعتين لازم تفحص كورونا حتى يتم محافظة على الرمز الإي الحمد لله أنا منزل تطبيق الحصن ومطعم وأخذ الجرعتين نظام المرور الأخضر بيسمح لي أني أنا حاليا أدخل الفنادق وأدخل المطاعم وأخذ حريتي بس بشارط أنه لازم أني أتابع الموضوع ورجع أعمل فحص مرة كل شهر وبدأت سلطة أبوظبي تطبيق نظام المرور الأخضر على الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما للدخول إلى المتاجر وأماكن الترفيه ضمن خطة استباقية لتقليص انتشار فيروس كورونا والذي اعتمدته لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في الإمارة والتي حذرت قبل فترة من تقييد حركة غير المطعمين إذا لم نكن مطعمين وليس معنا نتيجة فحص سلبية واللون الأخضر للمرور فلا يمكننا القيام بأي شيء كالذهاب إلى المدارس لجلب أبنائنا مثلا أو حضور الفعاليات سيكون هناك نتيجة ممتازة بمنع انتشار مرض كوفيد-19 وعلاكس بشجع الناس أن كل يأخذ هذا المطعم لحماية المجتمع وحددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ستة فئات للمرور الأخضر عبر تطبيق الحصن الذي يستخدمه الأفراد على هواتفهم من بينهم المطعمون والمعفون عن التطعيم وغير المطعمين وحسب تلك الفئات يتعين على المستخدمين الاستمرار بفحص مسحة الأنف السلبية بين مدد مختلفة حيث يتغير لون حالة المستخدم على تطبيق الحصن من اللون الأخضر إلى اللون الرمادي متى انتهت صلاحية فحوص كوفيد-19 المرور الأخضر خطوة إضافية في مساري مكافحة كوفيد-19 تقول السلطات إنها لحماية المجتمع وتحصينه من الوباء مصطفى سكحال الحرة أبو ظبي أعلنت شركة وسترزينكا سويدي البريطانية للأدوية تعرضها لانتكاسة في تطوير علاج لم تثبت فعاليته على مرضى فيروس كورونا العقاري اعتمدوا